السلام عليكم أنا اسمتي أحمد من مدينة تيطوان اليوم موضوع القصة دياري هو أنني خنط المادام دياري خنط المرأة دياري علاش كل شيء ستكتشفوه كل شيء ستعرفوه في هذه القصة أنا والمادام دياري تزوجنا عن حب كنا جيران في الحومة ومن صغرنا احنا مصاحبين من اللي كان عقل على راسي كانت عندي 12 و 13 عام وأنا والمادام دياري نسميها سلواء وأنا والسلواء كانت تعرفوه كان راجعوا بجوجه كان قرأوا بجوجه كان مدرسة بجوجه ونجيوا بجوجه وحنا نكبروه بقاتل العلاقة بناتنا يعني أنا من صغري ما عرفت شيء بنت خرى من غير سلواء نخرج بسلواء ندخل بسلواء نهدر مع سلواء نفيق ناكل سلواء سلواء واحتبابها وماماها وعائلتهم كانوا قرب منها بحكم أننا كنا جيران مع بعدياتنا بدين أنا والسلواء تنتفقوا على الزواج ومن صغرنا تقول لك هالأحمد راجل سلواء سلواء مكينش اللي غايد ديها الأحمد وأحمد مكينش اللي غايد ديليه سلواء من صغرنا والعائلة دينا غادي معنا فات شيء هذا وتي عاونونا باش أننا نوصلول ذاك الهدف دينا قرينا أنا وسلواء سلواء ما كانت ضعيفة شوية في الدراسة خرجت على بكري يعني وصلت للباك خرجت أنا بقيت مكمل الدراسة ديالي كنت غادي في ذاك شي ديال بالاقتصاد علم الاقتصاد وذاك شي كم مثل الدراسة ديالي كل شي دازم زيان الوالدين راضيين والديها راضيين بقيت كنقلب على خدمة لقيت الخدمة ديالي وأنا وصلوا كنا في واحد الحب غامر بزاف كنا كنبغيوا بعدياتنا لواحد درجة ما كنت تصورش شي حاجة كتفوق الخيال طيقين في بعدياتنا اللي شافنا يقول هادونا مستحيل يكون بيناتهم شي مشكي ومن بعد غا تكتشفوا كل شي خدمت عاوني الوالد عاودتني الوالدة استطعت انني ندير نكري دار فرشوها معي موليد دار درنا العرس أخيرا أنا وصلوا الحلم ديالنا كيتحقق عايشين في دار وحدا في البداية ديالنا كيفما كيبدأوا جميع اللي كوبل والعلاقات الزوجية بدينا بيخير سلوها كنت بحكم أنها خرجت من الباكوب قطف الدار علمتها الوالدة ديالها المناج علمتها الماكلة أي حاجة كنت تصيبها سلوها كنت تعجبني وكنت تعرف الطيب تبارك الله وكانت نقيها والدار ديما ديما دار نقيها في عريحة زوينة حوى يجي مستفين كنت فرحان بزاف يعني تملك نكون في الخدمة وتنخرج من الخدمة باش نجي كنصرع باش أنا ننجل الدار ونجلس مع سلوها في الدار حتى النهار اللي ما كان كنش خدام فيه تنخرج غيسة عادل مقانا مش نشرب شي قهوة ولا نشوف شي صاحبه ونجي بالزربة للدار ما كان قدرش نبعد عليها وكنتفرجوا نويها في أفلام وتائقية ولا أفلام ولا مجموعين مع بعدياتنا بعض المرة تنشقع نويها في الدار كنا واحد الكوبل الميتاء علي جدا هذا العام الأول هذا العام الأول حملات وفي الوحم ديالها اجتها عليها ما بقيتش كتبغيتش مريحتي ما كتبغيتش تجلس معايا او تدسبرت معها في هذه المودة انها كتبغلية خرج عليها ما تجيش عندي للدار نهائيا وليت مرة مرة نبات عند الوالدة ما كان نباتش حداها يعني ذاك المود الفطرة ديال الحمل ادوزتها عليها والوالدة كتصبر فيها كتبغلية ما تجيش عليها ورحنا كاملين دوزنا هذا الحمل هذا وهذا الوحم جاء ليك ما تدير ودوزنا ذاك المودة باش مكان سالة ذاك المودة ديالها ولا تتعيط لي كتبغيتش تحشك أجيل الدار وهدي صافر جانا كيف كنا وانا ما اعلا باليش صبرتني الوالدة صبرني الوالدين ديالها وقلت ما كان بس وانا تنبغيها ويكتبغيني انا عارفة ما تدير ذاك شي الخاطرها بدأ الحمل ديالها ولدت ابنيتها الحمد لله البنت خرجت بخير غزالة كتحمق كتشبه لماماها للأسف ايوه سيادي بدأت البنت كتكبر لاحظت باللي من بعد ما تزادت البنت سلواء غدا وكترجع للأور في التعامل ديالها الدار ما بقى تشكي تجمعها ولا تشكي تعتني قلة الاهتمام كان يجي من الخدماء كان يلقى المكلمة كيناش حويجي ما بقيتش يلقى ومسا مقدين انا في النظر ديالي هي ربة بيت انا كمشي نخدم على برة كان فيق الصباح ومضربتها مارا ودك شي لان هذا كواه الدار ديالي كزوج دونك الدار ديالها هي كزوجة انها قلت في الدار انها تدير الماناج يعني ابسط الامر مش يتقى تهز وتخمل كل نهار وتصيقت انا مجيبش انترس عليها ولكن ابسط الامر لما كلها نجي لقاها واجدة حويجي لغا نخدم بهم لقاهم واجدين هاتش هذا ما قاتش تدير اسلواء وحتى البنت ما قاتش تهتم بها قلت لها اسلواء يكلع بس شنو طاري عندك في ناسلواء اللي كنت نعرف وقد تحرق وكدا وقلت لي اشوف انا ما نكدبش عليك انا طلعت لي الدار فرعصي وطلع لي هاتش هذا فرعصي انا بغيت نخرج انا بغيت اكتلها مكين بس ما قلت يا ابنت الناس انا اي فين ما نكون قلس من الخدمة نخرج وانا وياكل بنيتا وانتسارا وانبدلو ساعة بخرا هاتش اللي قدرت معها ما خليت تشي بلاصة ما تدتاشت لها تنقولها في الويكند غامشو مثلا الافران مراجايا غامشو نصافره هنا مراجايا غامشو لبلاد مراجايا غامشو نديرو هاتي مراجايا غامشو نديرو شو يديا الليجو ولا نديرو اللي بنت للبارك ولا اي حاجة ما كنخليها جلس لدارش انني كنجي من الخدمة باخفوها مع الطلب الليل كنقولها يلا مشو نخرجونا كله الابرة باركة من هاد الماكلة ديال الدار يعني من جيتي انا حاولت نفوج عليها حاولت نخليها لانك تبقى في الدار بوحدها النهار كامل تسعى نورمال عادي عادي انها تحس بيتش هذا وانا تفهمت الامر قلت ليا مرحبا لله ما كنت اشي مشكينة انا حاس بيك وتفاعلت مع المشكلة ديالها وما خليتش تحسب اللي راها بوحدها بقيت واقف معها دايز تقريبا واحد شهرين وانا كنتصرف معا باتش هذا باش نشوف النتيجة ما كنش تغير سلوة غادة وكتبط اللي تحت ما بقاتش كاديها فيها حتى المعاشرة اللي كان الجنسية اللي كان ديرو بالليل ما بقاتش كا تبغيني نقير ربليها ولا نقيسها هاتش يدخليش كفي دماغي سلوة سنوات وانا كنعرفها اش واقع يكما هاتش مشكين نفسي يكما اططر عليها القلاس يكما دك من السليباتير للزواج اططر عليها نفسيا واللي تنحاو ندخل معا في الموضوع تنقول لاش ظهرلك مشو انتش طبيب نمساني انت قلسي تترحي معا الموضوع ونشوفه في المشكلة كترفض نهائيا وكتشفت واحد الامر فاضيع فاضيع بزعف والله تكتخرج منها رح تلافن حشاكم رح تلعرق ميكانجي نهضر معاها اولا شي حاجة رح تلعرق تنشمها فيها ما بقاتش كا تديها في راسها هي ونزيدكم حاجة اخرى انا اللي وليت كان قادل البنت ذاك الشي حتى البنت ما بقاتش مديها فيها ميكانجي من الخدمة كان بغينا نعنقل البنت ولا نسلم عليها ولا نبوزها كانش مفارحة البول حشاكم البنت ما كتبتدلش لها تصلت بوالديها تصلت بالوالدة قلت ليهم البنت رعندها شي مشكلة رح وليت كانجيها شنو كالقاه شنو كالقاه شنو كالقاه الاب ديال ديالسلوات تصل بها قلها بنتي شوك عليك شنو كالقاه راح مدعا ديالسلينها دابا وبغي يتعاون معك شنو عندك بنتي راه راش لك هداك وبدوكين نصح فيها وتعضروا معها وسلوة في عالم اخر اشترعت انه لهاد البنت هادي في عالم اخر انا ما كنفكرش نهائيا وباتاتا انني نطلق منها لان امراتي عندها مشكل حاولت معها بجميع الطرق جميع الطرق اللي كتختار لكم مع البال كترفض انها تمشي لطبيب قلت معها راسي خليها دابت تفهم راسها ودابت تجاوزها تشيعدها براسها مادم انها ما بغتنيش نهضر معاها ما بغتنيش ندخل في مشكل ديالها ارى ما يمكنش نبزز عليها اللي بززت عليها غنوليو في مشاكيل وغتولي هيلي طالبة اطلاق واشدن بدك البنيتهم صغيرة اللي غندخلوها في المشاكيل ديالنا خليتها لا راحتها وقلت انا كنشقع الراسي كنصيب ماكلتي الراسي كنخسل حويجي الراسي باش ما نضغطش عليها هي وانا بحكم انني بناده مباشرة وعندي قلب وإحساس وقلت غيساهي وتنفكار ولو تدخلو ليش افكار ضماغي الدرجة ان البنات اللي ما كتش عطاهم فرصة في الخدمة وقلت تنعطاهم فرصة انني نهضر معاهم تعرفت الى بنت خورا تعرفت الى بنت خورا باش نفرد نفوج المعارسي ونعود ذاك شي هو تشيادا ماتي الدرج في جميع الحالات ماتي الدرج وتو واحد ما عنده الحق انه يحكمه لي في هذه اللحظة هدي حيش ما عاش ذاك شي اللي عشتو انا انا كنهضر ليكم من جانب كراجول واي وحدة بنت غتقول لا ومصدقتيش غتهضري بأنك صفتك انت غتهضري وغتحكمي على تشيادا بصفتك انت ولكن انا قنهضر ماك بصفتك راجل هذا اول احساس اللي حسيت به انا في ذاك اللحظة حيث بدلت مجهود كبير باش نغير الوضع والهي رافضة سلوة رافضة تماما انا انا ما كان بررش انا غلط اه ما كانش خسنين نخون مراتي وما كانش خسنين ندير اذاك شي اه غلطت كان عتارف كان عتارف بلي انا غلطت وخنت مراتي وما كانش خسنين نخونها ولكن ها علاش خنتها ها علاش خنتها ودماغي مقاش كيفكر وستسلمت الامر الواقع واحد البنت في الخدمة كانت ديما كتلمح لي وكتحرش بيها وبزاف ديالي حويش كتديرهم فتحت معها المجال اعطيتها الرقم ديالي بدينا كنهضره انا وياها مي كان سالي والخدمة كتهز الطموبية كنت عندها الطموبيل كتعزني بالطموبين مشو انتقواه ومشو الهنا مشو الهنا ومشو الهنا ومدخل في حالاتي للدار ومن اللي كان ندخل ما تنبقى عندي ذاك الدماغ نتقلق على ذاك الشيء اللي كان لقى في الدار حتى انا صفيت تقبلت الوضع ديال الدار كان جاي بنتي كان اللي كانت تلقيتها باقة مخسرة في حويجة كان بتدليها وننهضر معها ونضحك معها وهكذا وده وليك حتى الواحد النهار واحد النهار على ذاك البنت التي تعرفت علينا في الخدمة قلت لي انا كان عرض عليك للدار قلت معايا ونفوجو انا وياك ونبدلو سعب خرار بنتي ليا مشغول وعندك مشاكين مرفضت قلت لها مرحبا جات عزتني بطموبين مشيت دوي السمالي لها كاملة قلت معها في الدار هي كانت تشرب انا ما كانت تشرب ما كان ديرتي شي حاجة قلت لها معافك إذا كنتي قلت تقلسي معايا في الدار ما تشربيش عافكي قلت لي يا صافي اللي بغيتي هو هذاك جمعت ذاك شيء حطينا المكلة عادية ودرنا ذاك شي اللي كيت دار ومن اللي سألينا طلع معايا طلع معايا الندم وندمت بزاف وخرجت في ذاك الليل قلت لها دابة الديني لداري صافي الله يرحملك الوالدين الديني لداري دابة داتني داري وطلع لي يا الدم بزاف بزاف طلعت الاسطح وبقيت تقالس وكان بكي وتنغوت على السلوات صرفت معي بحلقة وعلاش خلاتني انني نمشي لعند الحوتالات بقيت كان فكر في ذاك شي اللي درت وطلع معايا ذاك شي اللي درت حسيت بيه دخلات كبير غلط كبير بزاف درته قلت لها ما نكذبش عليك علاش خليتيني نتصرف بحلقة علاش وانا نهبطل عنا قلت لها سلوة بغيت ننظرة معك انا نجيك من الاخر قلت لها انا عشنو درت عشنو درت عشنو درت عشنو درت غيرنا ذا بدات تخوت بدات تتبكي وبدات تتخوتات بغت تسرس في الدار بغت تخوت خليتها تغوت وقد تشنق علية وقد ما حزيت فها راسي ما هو له واضحي تعرفت راسي شنو درت وما تصورو شنو دعت فالالخر وما تصورو صني ايان شنو دارت فالالخر فالالخر هبطعت على رجليها هبطعت على رجليها كاتبكي كتبوث لي في رجلي كتبوث يسبح لي اياه ورا ما عارف شنو طراوش وشنو خليتك مشيتي كادر مشيتي كات خربق مشيتي كات خرجت عليك و تسمح ليه بزاف و بديت تتبكي و تلاحيت علي انا و بديت تنبكي انا و اياه و تقول لي انا را ما كنتش بغي اتشى دنيا ايا و لكن را تلت شهور و انتي ما كت تضيا فيه ما كت تراعي ليه و تلت شهور و انا كن بغي نتقرب ليك و ريح تكون لات خانزة و مديتي عاش فراسك و خليتيني مشي نقلب بلاسة اخرى و اخا انا مخصنيش نقلب و لكن را بزاف بزاف انا راني الباشار و عندي الحم و قلب و كان فكر و احتل الاخر و عرفت راسي شنو عدرت عرفت راسي غلطت و جيت قلت هالك و انا مبغيت شهد شهده يوقع و مع مني فكرت نطلقك حتى كان بغيك كان بغيك و كان بغيك و جمعنا بيناتنا بنت بنت اللي مدن بها فوال و فهد شهده و مشينا ذاك الساعة و دوشتي اياه و دوش انا اياه و مشينا صلينا واحد را قعدية الصخارة و طلبنا من الله من الغفران و المسامحة و وشا نقول لكم و تصالحنا و و من بعد هاد سلوه رجعت كيف كانت رجعت بتدريجي ايام داتات رجعت سلوه كيف كانت و اندمات الندم الشديد على هاداك الشهي لوقع لها حيتي ما عرفت شنو طر عليها واش سحور و واش عين واش تقلب عليها الجو واش ما عرفتش بالضبط كتلعب تشديري غررمي و ذاك الشي كامل مورانا و غنزيدو القدام ان شاء الله هاد الشي كامل اللي وقع في واحد رسالة من عمد الله و الحمد لله ليش دي نطرق الله ورجعنا ناويك و الحمد لله بخير علينا كتلا صافي نسي ما بقيش نجبدو هادي ورقة في حياتنا غن قطعوها و غنكمشوها و غنلوحوها و الحمد لله انا و سلوه ده بارا في قيمة السعادة الحمد لله تجاوزنا هاد النقطة هادي كانشي ازواج لي ما كيتزوجوه ما كيتجاوزوهاش كيتطلقو و كيتشردو الدراري احنا هذيك البنتي هي الرابط اللي كان بيناتنا هي الرابط اللي خلانا ما نقطعوش هاد الحبل هادا و كمنا مع بعدياتنا و ادبا احنا نرى في قيمة السعادة والرسالة اللي بغيتني وجهه اللي بنات و اللي احتل الرجال الى كانت مراتك ما كيتدهاش فيك دير اللي في جيدك اخويا بس تعرف المشكل فين كين قبل ما تغلب ماشي بحالي انا درت المجهودات كاملة ديالي و تغيار خيط و مشيت كان تسلمت الامر الواقع و مشيت كان فكر في حواش خيبين اقول البنات ارا همليك اتهملي الراجل ديالك ارا غيخوي معك السوق و غيعمرو في بلاس اخرى و خيكونك يحمق عليك انا كونقول هالك و راجل الاهتمام ارا شي حاجة خطيرة جدا شي حاجة واقش حاجة مهمة ما نقدروش نتجاوزوها كان شكركم بزاف على الاستماع و كانتمنى القصة ديالي توصل لكم شرسالة شكرنا بزاف اشتركوا في القناة